اشتركوا في القناة واحد، ذكر أسباب تفاوض الكثافة السكانية في الوطن العربي اثنين، توضيح أسباب ارتفاع الزيادة السكانية في الوطن العربي ثلاثة، إدراك أثر انخفاض نسبة الوفيات في زيادة متوسط عمر الإنسان المتوقع عند الولادة سكان الوطن العربي نمو عدد سكان الوطن العربي نمواً كبيراً فازداد من حوالي 140 مليون نسمة في عام 1974 إلى حوالي 356 مليون نسمة في عام 2010 حيث أن الكثافة السكانية في الوطن العربي تبلغ حوالي 25 نسمة لكل كيلو متر مربع حيث أنها تعتبر من الكثافات السكانية المنخفضة في العالم إلا أنه تختلف من منطقة عربية إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى وفي داخل الدولة الواحدة ونلاحظ أن الكثافة السكانية في الوطن العربي تتفاوت ما بين أطرافه الساحلية ومناطقه الداخلية تزيد الكثافة السكانية عن 20 نسمة لكل كيلو متر مربع عند أطرافه الساحلية ويعود ذلك إلى ارتفاع كمية الأمطار التي تزيد على 300 ملي متر سنوياً 2- المرتفعات الجبلية ذات الحرارة المرتفعة أي مناخة يتميز بأنه معتدل 3- توافر المياه 4- توافر الثروة النفطية الكبيرة ونلاحظ أيضاً أنه ترتفع في أحواض النيل ودجلة والفرات حيث توجد التربة الخصبة أما مناطق الوطن العربي الداخلية التي تغلب عليها البيئة الصحراوية فتنخفض فيها الكثافة إلى أقل من 2 نسمة لكل كيلو متر مربع كما نلاحظ هنا ليبيا 3 نسمة بينما موريتانيا كذلك 3 نسمة بالإضافة لدينا هنا السعودية 12 نسمة الكثافة السكانية في الوطن العربي كما ذكرنا سابقاً أنها تختلف ما بين دول الوطن العربي فنلاحظ أن الكثافة السكانية تزيد في مملكة البحرين على 1620 نسمة لكل كيلو متر مربع بينما تبلغ الكثافة السكانية في موريتانيا وليبيا 3 نسمة لكل كيلو متر مربع تختلف الكثافة السكانية أيضاً في داخل الدولة الواحدة كما ذكرنا سابقاً حيث أن العاصمة والمدن تستقطب غالبية السكان وذلك لتوفر فرص العمل المختلفة وذلك ما يفسر ارتفاع الكثافة السكانية في المدن على حساب الأريوف الزيادة السكانية بلغت نسبة الزيادة السكانية حوالي 20.2 بالألف في عام 2009 وهي من بين الزيادات السكانية المرتفعة في العالم ويعود ذلك إلى ارتفاع نسبة الولادات التي تبلغ حوالي 26 بالألف والتي ترجع إلى ارتفاع مستوى المعيشة والتقدم في الخدمات الصحية والاجتماعية في غالبية دول الوطن العربي كما نرى هنا على الرسم البياني معدل الزيادة السكانية الطبيعية في الدول العربية بالألف في سنة 2011 سؤال ما الدول التي ترتفع فيها الزيادة السكانية الطبيعية عن 25 بالألف الدولة الأولى عمان اثنين الصومال ثلاثة اليمن أربعة الأردن خمسة العراق ستة جزر القمر وأخيرا فلسطين السؤال الذي يليه ما الدول التي تقل فيها الزيادة السكانية الطبيعية عن 15 بالألف 1 البحرين 2 لبنان 3 قطر 4 الإمارات 5 تونس والمغرب بالإضافة إلى الجزائر سؤال هل المجتمع العربي مجتمعا فتي؟ والإجابة تكون ترتفع نسبة الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة حيث تبلغ 35.8% من مجموع سكانة ويعود ذلك إلى نتيجة الارتفاع نسبة الولادات وهذا ما يجعل المجتمع العربي مجتمعا فتيا ونرى هنا رسما بيانيا يبين الدول الخمسة الأكثر فتوى في العالم والدول الخمسة الأكثر شيخوخة سنة 2010 اقرأ الرسم البياني ثم أجب عما يلي ما الدول الخمسة الأكثر فتوى في العالم؟ واحد الوطن العربي اثنين النيجر ثلاثة أنغولا أربعة الكونغو خمسة بوركينا فوسو وأخيرا أثيوبيا السؤال الذي يليه ما الدول الخمسة الأكثر شيخوخة في العالم؟ واحد اليابان ثنين ألمانيا ثلاثة اليونان أربعة السويد وأخيرا خمسة الاتحاد الأوروبي ما هو أثر النمو السكاني على دول الوطن العربي؟ يتوقع أن يبلغ عدد سكان الوطن العربي في عام 2050 حوالي خمسمائة وثمانية وتسعين مليون نسمة بينما يشكل النمو المتسارع للسكان عبءا على عدد من الدول العربية التي لا تنمو إراداتها الاقتصادية بالسرعة التي ينمو فيها السكان فلننتقل الآن إلى النشاط الختامي علل ما يأتي خلال خمس دقائق واحد ترتفع الكثافة السكانية في الوطن العربي عند أطرافه الساحلية مع ذكر سببين فقط يشكل النمو المتسارع للسكان عبءا على عدد من الدول العربية مع ذكر سبب واحد فقط ترجمة نانسي قنقر 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 بينما إجابة السؤال الثاني وذلك لأن النمو السكاني لديها أعلى من النمو الاقتصادي مما يشكل عبءا على هذه الدول أما الآن سنبدأ بالنشاط الختامي أجب عما يلي خلال خمس دقائق السؤال الأول لماذا ترتفع الكثافة السكانية في المدن على حساب الأرياف مع ذكر سبب واحد فقط السؤال الثاني لماذا انخفضت نسبة الوفيات في الوطن العربي مع ذكر سببان فقط أما الآن فسوف نترككم لمدة خمس دقائق ثم نعود إليكم مع أخذ الإجابات ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اما الآن فسنستعرض إجاباتنا السؤال الأول لماذا ترتفع الكثافة السكانية في المدن على حساب الأرياف بسبب توفر فرص العمل فيها مما يجذب السكان من الأرياف بينما إجابة السؤال الثاني لماذا انخفضت نسبة الوفيات في الوطن العربي ويعود ذلك إلى ارتفاع مستوى المعيشة وتقدم الخدمات الصحية والاجتماعية في غالبيات الدول العربية شكرا لكم أعزائي الطلبة نرتقي في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر